على إتري الهزة الأرضية القوية التي ضربت دولة تركيا في الصباح الباكر من هذا اليوم وعملت الدولة المغربية على الإطمئنان على الجالية المغربية المقيمة بتركيا وقد أكدت مؤسسة المغرب الخاصة بالجالية المغربية بتركيا أن اللاعبين المغاربة المحترفين بالدور التركي فهم بخير بعد الزلزال الذي ضرب تركيا صباح اليوم الاثنين وعوضحت المؤسسة المذكورة أنها تتواصل منذ فجر اليوم مع سفارة المملكة المغربية بأنقرة والطلبة والعائلات المغربية المقيمة في المناطق المتضررة لليتم إعلان عليهم ولحد الساعة لا توجد أي وفاة في صفوف الجالية المغربية المقيمة بدولة تركيا سوافر